يعرقل الهجوم العسكري الروسي المستمر عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية علم أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في تصدير المواد الزراعية وسجل القمح والذر أسعاراً قياسية في السوق الأوروبية معاليز دياد في الطلب جراء الحرب الأوكرانيا وسوف نرى مواد أخرى التي ستفرض عليها قيوداً من طرف أوكرانيا فقد قررت الحكومة الأوكرانيا فرض قيوداً على تصدير القمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وهذا سيؤدي إلى أزمة في الأسعار ومعدم الدول التي تستورد من أوكرانيا هذه المواد هي تقريباً دول العالم فقد أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح واللحوم الدواجن والبيض وزيت عباد الشمس وفرضت أيضاً قيوداً على تصدير الماشية والحومها والملح والسكر والشوفان وكذلك بعض المواد الأخرى وتعد أوكرانيا هي المنتج الرئيس لهذه المواد عبر العالم كما يعرقل الهجوم العسكري الروسي كما ذكرنا سابقاً المستمر هذه العمليات عمليات تصدير ومع القرار الذي اتخذته الحكومة الأوكرانية وهو فرض هذه القيود على تصدير هذه المواد ستعرف أسعار هذه المواد ارتفاعاً كبيراً في الدول التي تستورد هذه المواد من أوكرانيا ومنهم دولتنا وتقريباً جميع الدول عبر العالم منهم أوروبا يستوردون هذه المواد شكراً على تفاعلكم إلى اللقاء لا تنسوا لايك والاشتراك في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة